موسيقى ننتقل إلى أخبار الظهيرة الظهيرة عفوا والبداية من قطاع غزة وهناك على وقع ضربات المقاومة المستمرة انسحبت قوات الاحتلال من مخيم المغازي والبريج وسط القطاع للمرة الأولى منذ بدء عدوانها البري هذا ما أكده مراسل الميادين في شمال القطاع حيث أشار كذلك إلى انسحاب قوات الاحتلال من مناطق الزوائد والنصيرات والكرامة وأبراج المخابرات والتوام ومن شارع الرشيد على طول الخط من غزة حتى شمال غرب القطاع كما انسحبت من بيت لاهيا وجباليا وبيت حانو نحن هنا في شمال قطاع غزة تحديدا في منطقة التوام والكرامة هذه المناطق التي انسحب منها الاحتلال الإسرائيلي وترك وراءه دمارا كبيرا في هذه المنطقة هذه المساحات الواسعة التي دمر الاحتلال الإسرائيلي المباني المتواجدة في هذه المنطقة أيضا الأراضي الزراعية كل شيء في هذا المكان دمره الاحتلال الإسرائيلي أحرق المنازل دمر كل شيء في هذا المكان منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شمال قطاع غزة وحتى هذه اللحظة لم ينسحب الجيش من هذه المنطقة وإنما تراجع ليلة أمس وجاء السكان بشكل كبير لتفقد منازلهم وتفقد احتياجاتهم يعطيك العافية كيف حالك حجم الدمار حدثنا عن حجم الدمار في هذه المنطقة دمار هائل هجم الدمار إشي كبير ده هائل في شمال قطاع تدمير منازل أراضي دور دمار كبير كبير حتى الشوارع البنية التحتية كله دمار هائل يعني بهدل كثير في الشمال شمال قطاع غزة بهدل حتى الاشعير صار يكل الشعير صار يكل الانكالة صار يكله كل شيء صار يكله ذي الدواب يعني بدعمنا إذن كما نرى في المشهد ونرى في الصورة يعني نتقدم بها الكاميرا قليلا نشاهد هذا الدمار الذي تركه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة الناس جاءوا في هذا الصباح بشكل كبير من أجل تفقد منازلهم وتفقد أراضيهم التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل مشاهدين الالطلاع على الأوضاع الآن في قطاع غزة كيف هي ينضم إلينا الزميل أحمد غانم مراسل الميادين هو معنا من رفح إذن أحمد كنا في هذا التقرير مع الزميل محمود العواضية من شمال قطاع غزة كان يجول في هذه المناطق المدمرة ونقل لنا الصورة في هذا التقرير اللافت أنه كانت هذه المرة الأولى التي ينسح فيها الإسرائيلي من هذه المناطق بعد حصاره شمال قطاع غزة ماذا عن هذه الانسحابات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وكيف هو الوضع الإنساني في القطاع نعم عبد الرحمن لا يمكن الحديث عن انسحاب بشكل كامل للأهليات الإسرائيلية من قطاع غزة ولكن يمكن أن نصفه بإعادة التموضع أو إعادة الانتشار أو دعنا نسميه الانسحاب التكتيكي هذا جرى في معظم مناطق قطاع غزة خلال الأسبوع الماضية كما جرى في مدينة غزة حينما انسحب منها الجيش الإسرائيلي ولا سيما المناطق الجنوبية الغربية ولكن بمجرد عودة الناس إلى تلك المناطق أقدم الجيش الإسرائيلي مجددا على إعادة اقتحامها ونفذ مجازر مروعة بحق المدنيين هذه المرة الأولى فعلا التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي منذ بداية العدوان البري من تلك المناطق ربما يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استدراج المقاومة الفلسطينية هذه ليست معلومة وربما تحليل فقط عبد الرحمن كما شهدنا خلال الفترات الماضية من مناطق كانت الآليات الإسرائيلية تتراجع فيها إلى الحدود الشرقية ثم في لحظات محددة تعود لاقتحام هذه المناطق وهذا جرى أيضا في مناطق جنوب غرب مدينة غزة مناطق الشيخ عجلين وكذلك الشجاعية والزيتون وكذلك أيضا التفاح والدرج انسحب الجيش من هذه المناطق وأقدم مجددا على اقتحامها لذلك نحن نؤكد بأن هذا الأمر ربما يكون انسحاب تكتيكي أو إعادة انتشار وتموضع ولسيما أن الجيش الإسرائيلي يتواجد في المناطق الشمالية الشرقية لبيت لاهيا كتمركز وتحشد طبعا على أطراف الحدود أو عند النقطة الأخيرة للحدود الشمالية مع قطاع غزة مناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي عبد الرحمن هي الصفطاوي والسودانية والشاطئ والميناء وأنصار وطبعا نحيط مجمع الشفاء ولكن نؤكد بأن الجيش الإسرائيلي مازال متواجدا في مناطق الجنوب الغربي لمدينة غزة منطقة عذرا المنطقة الجنوبية الغربية لمدينة غزة وتحديدا تل الهوى الشيخ عجلين هذه مناطق عسكرية مازال الجيش الإسرائيلي يقصفها على مدار الساعة ويواصل استهدافها بالمدفعية على مدار الساعة ودمر خلال اليوم الماضيين فيها طبعا عشرات المباني والأبراج طبعا السكنية طبعا بطبيعة الحال الجيش متواجد في المنطقة التي تفصل المنطقة الوسطى عن المنطقة الجنوبية نحن نتحدث عن مفترق من مفترق صلاح الدين شرقا وحتى طبعا مرورا بمناطق المغراقة وكذلك المناطق الشمالية للمغراقة حتى يعني نقطة البحر أو ما تعرف به شارع أو ما يعرف بشارع الرشيد لذلك هناك تواجد للأليات الإسرائيلية عند نقطة البحر وتحديدا في أقصى جنوب غرب مدينة غزة حيث تمنع الأليات الإسرائيلية أي شخص يعني يحاول الدخول أو الخروج من مدينة غزة أو طبعا إليها الناس بدأوا بالعودة إلى هذه المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي ولسيما أيضا في خانيونس انسحب الجيش الإسرائيلي في الحقيقة وكذلك ليس بمعنى انسحاب كامل وإنما تراجع نحو المناطق الشمالية الغربية لخانيونس هو قد تراجع من محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر وتراجع وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات المروحية وكذلك أيضا غارات من الطائرات الحربية الإسرائيلية فضلا عن طائرات لكواد كابتر وكذلك أيضا غادرت الآليات الإسرائيلية محيط جامعة الأقصى ومستشفى الخير التي كان الجيش الإسرائيلي قد حاصرها لعدة أيام وقد لاحظنا أنه اقتحم مستشفى الهلال الأحمر أو مستشفى الأمل التابع لهلال الأحمر اليومين الماضيين أو الليلة الماضية وقد وصل بوابات الاستقبال في هذا المستشفى لذلك لا يمكن الحديث عن انسحاب كامل أيضا في خانيونس وإنما تراجعت هذه الآليات وأعادت تموضوعها في المناطق الشمالية الغربية حيث يتواجد على أطراف الشمالية الغربية لمخيم خانيونس الناس عادوا إلى معظم المناطق أو حاولوا العودة إلى معظم المناطق ولسي ما في خانيونس ولكن طبعا كان هناك أعداد من الشهداء حقيقة جزء منهم متحللي الهوية تمكنت الطواقم الطبية من الدخول إلى هذه المناطق وانتشال أعداد من هؤلاء حتى الناس الذين عادوا إلى خانيونس تم إطلاق النار عليهم عبد الرحمن والبعض من هؤلاء قد استشهد نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي نحن نتحدث عن محاولة إسرائيلية واضحة لاستهداف كل أشكال الحياة هناك لا يأبه الجيش الإسرائيلي بأي قانون ولا أي مصوغ إنساني أي شكل من أشكال الحياة في مناطق التي انسحب منها أو تراجع منها يلاحظ عودة الناس إليها إما يستهدفها بالمدفعية أو الطائرات الحربية كما جرى ويجري الآن في مدينة غزة معظم المناطق التي انسحب منها الجيش لكنه يغير عليها بالطائرات الحربية وقد استهدف منزلا في منطقة الجلاء حيث تراجعت بعض الآليات من هناك واستشهد عدد من المواطنين في تلك المنطقة على كل حال هناك مناطق لا يستطيع دفاع المدني الوصول إليها في مناطق مثل تل الهوى والشيخ عجلين لا سيما في ظل وجود الجيش الإسرائيلي وكذلك الأطراف المتقدمة من خان يونس حيث تتواجد تحشدات الاحتلال لا يستطيع أحد الوصول إليها بفعل استمرار تواجد الآليات وربما هذا يشكل خطر على تحركاتهم في الحقيقة في وسط القطاع كان هناك عدة استهدافات ولا سيما في منطقة دير البلح البلح وتحديدا المخيم الجديد وكان هناك عدد من الشهداء وكما أكدت بأن خان يونس نؤكد بأن الآليات الإسرائيلية متواجدة في النواحي الشمالية الغربية لخان يونس ولا سيما الشمال الغرب مخيم خان يونس الذي بالمناسبة انطلقت منه الصواريخ نحو تل أبيب قبل عدة أيام في وقت كانت تتواجد فيه الآليات الإسرائيلية ومثلت ضربة في الحقيقة للمنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب القطاع طبعا استهدف منزل عند معبر رفح كان معظم هؤلاء النازحين هم من شمال القطاع معظمهم نازحين من شمال القطاع خمسة شهداء بينهم سيدة وطفلها لذا ما يمكن الحديث عنه في ظل استمرار هذه الحالة هو أن الوضع الإنساني هو غاية في السوء آخذ بالتدهور أكثر فأكثر واللافت من خلال الصور التي تخرج بعد الانسحاب أو التراجع الإسرائيلي من هذه المناطق التي ذكرناها آنفا أن الجيش الإسرائيلي تعمد تدمير مساحات واسعة من قطاع غزة هو لم يكتفي طوال أيام العدوان لتدمير الأبراج والمنازل والعمارات والشوارع والبناء التحتية والمرافق الحلوية كالبلديات والوزارات والمؤسسات الخدمية ومراكز الرعاية الطبية والمستشفيات وحتى محطات معالجة المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي لم يكتفي بذلك وإنما أراد أن ينتزع كل أسباب الحياة في حال عاد الناس إلى تلك المناطق ولكن في الحقيقة ما نلحظه عبد الرحمن أن الناس ما زالوا يتمتعون برباطة الجأش هم ينتظرون خبرا حقيقيا من المقاومة حول نهاية هذا العدوان نحن لا نقول أن الناس ترغب بالحرب ولكن بعدما مروا به في هذه الأربعة شهور هم وصلوا إلى قناعة بأن أي وقف لإطلاق النار لا بد أن يتوج باتفاق ينصف هؤلاء الناس ويحترم تضحياتهم ويقدر ما قدموه طوال هذه الأربعة شهور من عطاء ومن تضحيات لسيما على صعيد الدماء أو حتى على صعيد مقدراتهم المدنية التي تضررت على كل حال في الجانب الإنساني الأوضاع في كل المناطق في الشمال والوسط والجنوب هي غاية في السوء نحن نتحدث عن انعدام المخابس في شمال القطاع غزة ومنع إسرائيل حتى اللحظة إدخال أي شيء لمناطق شمال القطاع لا السولار اللازم لتشغيل الموالدات ولا المواد الطبية ولا حتى الأغذية إلى تلك المناطق في وسط القطاع نتحدث عن 500 ألف مواطن ونازح يعمل مخبزين فقط على توفير الخبز لهما ولكن هناك حقيقة ما يشبه المجاعة الحقيقية نظرا للأوضاع الصعبة وعدم توفير الدقيق اللازم ربما للوفاء بكل احتياجات الناس هناك والأمر ينسلخ على المناطق الجنوبية حقيقة شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد غانم على كل هذا الشرح الذي أفتنا به من قطاع غزة على أمل أن يكون هناك أيضا انفراجة قريبة بالنسبة لسكان قطاع غزة على مستوى الإنسان شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد غانم وكان مراسل الميادين قد أفاد بأن قوات الاحتلال انسحبت من محيط مستشفى الأمل غرب خان يونس تحت ضربات المقاومة التي تواصل تصديها للاحتلال على مختلف محاور القطاع وأفاد مراسل الميادين في غزة بأن المقاومة تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في الصناعة وشارع الثلاثيني في مدينة غزة وفي حي الأمل بخان يونس وكانت كتائب القسام قد وثقت استهداف وتدمير أليات الاحتلال المتوغلة في حي تل الهواء غرب مدينة غزة الله أكبر كذلك نشرت القسام مشاهد من التحام مجاهدها مع جنود الاحتلال وآلياته في مخيمي المغازي والبريج وسط قطاع غزة حيث كانوا يطاردون الدبابات والجنود من شارع إلى شارع اشتركوا في القناة ونشرت كتائب المجاهدين مشاهد لقصف مقر القيادة العسكرية ومهبط الطيران في مغتصبة رعيم بالصواريخ بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نحن في كتائب المجاهدين ندك مستوطنة العيم ومقر القيادة ومهبط الطيران وقد نشرت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لبقايا دبابات دمرتها المقاومة في خان يونس شايفين الدم؟ شايفين مقاومتنا؟ هاي جوعبي يا خان طبعان إخوان هادا جزير دبابة شوفوا في داخلاتهم أطولة بقايا الدبابة يا ولعت يا غورة دي الدبابة هذا الله من عارف الشيء بس ممكن يكون لنظف ندوس أو كشفت وسائل علامة إسرائيلية أن وحدة شلداغ وهي من أهم وحدات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد خسرت منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر أكثر مما خسرته في كل الحروب السابقة المراسل العسكري في صحيفة يدعو تحرنوت يوسيا هوشع أكد أن وحدة شلداغ لم تخسر جنودا في معارك سابقة حتى هذه الحرب وأشار إلى أن هذه الخسائر باهظة بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي في الجانب التدريبي نظرا إلى أن تدريب مقاتلي الوحدات الخاصة يستغرق مزيدا من الوقت والمال ومن الصعب ملء مكانهم ارتقى سبعة شهداء في منطقة الجلاء بغزة من جراء غارات شنتها طائرات الاحتلال واستهدفت منزلهم هذا فيما أفيد عن وصول أربعة عشر شهيدا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس بعد تراجع جزئي لآليات الاحتلال من محيط معسكر المدينة كما استشهد وأصيب عدد آخر من المواطنين من جراء قصف منزل في دير البلح وسط القطع على رغم كل أقلة الإمكانات والأحوال الجوية ومع تدني درجات الحرارة أنقذت فرق الدفاع المدني أحد شبان العالقين داخل شقة مرتفعة في منطقة الجلاء في محافظة غزة عملية الإنقاذ تواصلت وتمكنت الفرق المختصة من إنقاذ إحدى العائلات أيضا عقب ساعات من غارات للاحتلال على المنطقة ارتقى على إثرها عدد من الشهداء وحدت الأحوال الجوية ومواصلة طيران الاحتلال التحليق من عمليات الإغاثة والانتشار إيش فر معكم إحسنا كنا من مدرسة أحمد شوقي وبعدين إيجينا على الشقة تبعتنا خش علينا اليهود من أحمد شوقي وإيجينا هنا على الشقة وهذه الشقة قصفونا كل أهل فيها ودهر صيدة وكلنا كلنا كلنا فيها إلى ذلك توالت شهادات مرعبة لفلسطينيين من غزة اعتقلهم الاحتلال خلال العدوان على القطاع شهادات كشفت ما أقدم عليه الاحتلال من جرائم بشعة ضد الإنسانية المفرج عنهم تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب والسرقة وللسرقة ولسرقة ما يمتلكون نحن أخذوني لحاجز البحر كمينة من جامعة لأقصر وبدأت رحلة عذاب 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 ضرب وإهانة وضرب وضرب بس مزارة ضرب بالنسبة للممتلكات اللي بتتاخذ فيها كله بخليك ترميهم بيقول لك احنا برجع لك ياه لك لما روحنا ما رجعوش ولا حاجز الجوالات والفلوس اي اشي معك برجعك أخذني وقدوني على بيت محجور أنا كمان ثلاثة نفار من نفس الحارة وطبقوا فينا خبط 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 من غير لا قيدا ولا شر أقول لك أول ثلاثة أربعة أيام والله 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 أربعة أيام لا مي ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة أقول لك بس بدي نتفت ماء بالجسم يمسك لكذاست الماء يديرها قدامي زي هيك وما يرضي خلينا عشر وأنا مية من العطش إلى الضفة الغربية حيث تصدى مقاومون الاعتداءات الاحتلال في عدد من المناطق وأعلنت كتائب القسام في طباس الواقعة شمال الضفة عن استهداف أليات العدو المتوغلة داخل المدينة بالعبوات والأسلحة المناسبة وذلك قبل أن تعود هذه القوات وتنسحب من المدينة حيث اعتقلت عددا من الشبان وكان جيش الاحتلال قد استقدم جرفات في محاولة بتوسيع عملية الاقتحام ولا سيما عند مفترق تياسير جنوب طباس كذلك أفادت مصادر صحفية فلسطينية أن الاحتلال اعتقل واحدا وأربعين فلسطينيا في الضفة الليلة الماضية إلى لبنان حيث وفاد مراسل الميادين في الجنوب بإطلاق صواريخ باتجاه مستوطنتين الأمطل ومارغيليوت وثكنة راميم وكانت المقاومة الإسلامية قد أعلنت اليوم استهداف موقع الرادار التابع للاحتلال في مزارع شبع اللبنانية المحتلة كشفت صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية عن تضرر ما لا يقل عن خمسمائة منزل ومبنى بنيران المقاومة اللبنانية منذ بدء العمليات على الجبهة الشمالية وفي مقال أشارت الصحيفة إلى أنه قد تضرر سبت الماضي أكثر من خمسين منزلا في مستوطنة شلومي في الجليل الغربي من صاروخ بركان أطلق على موقع قريب وأضافت أنه في مستوطنة بكريات شمونة تضرر ثلاثة واربعون مبنى وشقة منذ الثامن من أكتوبر مع تحول المستوطنات في الشمال إلى مدن أشباح في ظل رفض المستوطنين العودة إليها خشية صواريخ حزب الله تبرز معضلة أساسية أمام قيادة الجبهة الشمالية في إعداد المستوطنين لاحتمال توسع القتال مع الحزب منال إسماعيل هكذا تبدو مستوطنات الشمال المحاذية للحدود مع لبنان خالية ومهجورة بعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة فيما سكان تلك المستوطنات باتوا لاجئين موزعين على مناطق ومدن مختلفة في إسرائيل أنا شخصيا أشعر كأنني لاجئ في دولتي قالوا لي في يوم واحد انهض واخرج من المنزل نحن منذ ثلاثة أشهر ونصف نعيش في حرب أمر مؤسف وصعب مواجهته وحدك لا يوجد أشخاص هنا في مقابل المستوطنات الخالية لا يبدو أن تهديدات المسؤولين الإسرائيليين ووعودهم بإعادة الأمن إلى تلك المستوطنات صادقة وقابلة للتحقق بنظر المستوطنين في ظل الخشية من توسع دائرة التوتر إلى مدن أخرى مثل حيفا بحسب ما قدر وزير الأمن يواف جالنت أطلب عدم الدخول في أي خطوة متهويرة حين سمعت وزير الأمن يتحدث عن بيروت وقال أن الوضع في حيفا سيكون سيئا لكن في بيروت سيكون أكثر سوءا لم يجعلني ذلك مطمئنة أبدا بل على العكس قلت له أن هذه الحرب بدأت مع فشل خطير ولا أريد التفكير بأنها ستنتهي مع فشل أكبر ثمانون ألف مواطن خارج منازلهم يتجمعون مقتضين في غرف بقياس 14 مترا من دون مستقبل أو أمل في الوقت الحالي حاضرنا تعيس ومستقبلنا غامض وفي استطلاع أجري منذ مدة قصيرة تبين أن أكثر من 20% من السكان في الشمال يفكرون بعدم العودة حتى لو كان هناك حل عسكري وفيما أشار محللون إلى أن المعضلة الأساسية اليوم بالنسبة لقيادة الجبهة الداخلية تتمثل في كيفية إعداد الجمهور الإسرائيلي لإمكانية توسيع القتال في الشمال كشفت معطيات عن تضرر ما لا يقل عن 500 منزل ومبنى بنيران حزب الله منذ بدء الحرب منال إسماعيل الميادين الأوضاع على جبهة الجنوب اللبناني بحثها وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال لقاءاته في العاصمة اللبنانية بيروت مع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الدبلوماسية البريطانية التقى أيضا رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني وبحسب أجواء اللقاء أكد كاميرون دعم الجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701 فضلا عن البحث في سبل إرساء التهديئة في الجنوب زيارة كاميرون تأتي ضمن زيارة له نحو منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من الدول العربية إلى الشأن اليمني حيث أعلن مكتب عمليات التجارة البحرية في بريطانيا في بيان أنه طلق معلومات عن الحادث على بعد 57 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة اليمني وأوضح المكتب في بيانه المنشور في موقع أكس أن السلطات تحقق في ملابسات الحادث وصنفت منظمة التجارة البحرية الحادثة على أنه هجوم ونصحت السفنة بالمرور عبر المنطقة بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشتبه فيه القيادة المركزية الأمريكية كانت قد أعلنت فجر اليوم أنها هاجمت عشر طائرات مسيرة ومحطة تحكم أرضية في مناطق سيطرة عنصار الله وفق تعبيرها القيادة الأمريكية المركزية وصفت الضربات بأنها دفاعية وأنها ستحمي حرية الملاحة الدولية وستؤمن سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية وفق تعبير القيادة المركزية الأمريكية وكانت القيادة الأمريكية المركزية قد أعلنت في بيان سابق أنها دمرت صاروخ أرض جو كان جاهزا للإطلاق في اعتداء جوي على مدينة صعبة إلى ذلك أكد مصدر عسكري يمني للميادين أن العدوان الأمريكي البريطاني نفذ بإحدى عشرة غارة على محافظتي صعبة والحديدة شمال اليمن وغربه خلال الساعات الماضية المصدر أفاد أن تسعا من الغارات استهدف منطقة الجبانة شمالية المدينة الساحلية على البحر الأحمر غرب اليمن فيما استهدفت غارتان شمالية محافظة صعبة وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع قد أعلن استهداف سفينة تجارية أمريكية مساء الأربعاء في خليج عدن كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وحذر سريع من أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالتصعيد نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة تجارية أمريكية كول كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدة صواريخ بحرية مناسبة أصابتها بشكل مباشر إن هذه العملية تأتي بعد ساعات فقط من استهداف القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية للمدمرة الأمريكية يو اس اس قريفلي بعدة صواريخ بحرية في البحر الأحمر عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله علي القحوم أكد أن العملية الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية جاءت مباشرة بعد العدوان على صعدة وفي تصريح للميادين شدد القحوم على أن هذه العملية رسالة واضحة بالجاهزية وبقاء الأياد على الزنا نحن نقول القوات المسلحة أوصرت الرسالة المهمة والاستراتيجية أن لدينا من القدرة هنا في اليمن ما يدافع عن الكرامة والسيادة والاستقلال ومستمرون في نصر فلسطين وعلى الأمريكي أن يفهم ذلك كان هناك مفاجئة من القوات المسلحة اليمنية ومن القوات البحرية للأمريكان حيث والأمريكان لم يكونوا على علم بأن القدرات العسكرية أصبحت بهذا المستوى من التصنيع والتجنيات والقوة والبعش والتأثير والوصول إلى هذه الباريجات التي تعتقد أمريكا أو بريطانيا بأن هذه الباريجات لا يمكن أن يصيبها أي شيء لكن كانت الرسائل التحذيرية من اليمن واضحة نحن وصلنا وضربناكم وهذه الضربات تحذيرية عليكم أن تفهموا أن أي عدوان أو أي تقدم أو أي مغامرة سيكون ثمنها كبير جدا جدا وعليكم أن تتلقوا الضربات وتدفع الضمن باهظا وكبيرا نشير مشاهدين إلى العاجل واردلان على شاشة الميادين المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن استهداف موقع الرمتة في مزارع شبع المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة من فلسطين المحتلة إلى العراق حيث أعلنت المقاومة الإسلامية فجر اليوم أنها هاجمت بواسطة الطائرات المسيرة من أحيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها استمرارها في دك معاقل الأعداء نصرة للأهل في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ كشفت وسائل علام إسرائيلية تفاصيل من صفقة تبادل محتملة معتبرة أن الكرة باتت في ملعب حماس وأن مسار الأمور هو في انتظار ردها وذكرت هذه الوسائل أن رئيس الموساد ديفيد برنيع كشف أمام كابينات الحرب الإسرائيلي وثيقة مبادئ للصفقة تشمل في المرحلة الأولى إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيليا في القطاع من النساء والجرحى وكبار السن مقابل هدنة لخمسة وثلاثين يوما وأضافت أنه من الممكن بعد ذلك تمديد التهديئة لأسبوع إضافي من أجل إجراء مفاوضات في إمكان استكمال المرحلة الثانية من الصفقة اعتبر وزير المالية الإسرائيلية سايل سموتريتش إدخال مساعدات إلى غزة يتناقض مع أهداف الحرب التي شنها الاحتلال على قطاع غزة الصامد الوزير المتطرف أوضح أن رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش بدراسة خطة لتوزيع المساعدات بدلا من الأنروا بالموازات تظاهر عشرات المستوطنين المؤيدين لليمين المتطرف في ميناء أسدود لمنع وصول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كما اعتدوا على سائقي شاحنات المساعدات الإنسانية شددت منظمة هيومن رايتسووتش على وجوب أن تواصل الحكومات الغربية تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا نظرا إلى دورها في تجنب كارثة إنسانية وخطر المجاعة في قطاع غزة المسؤولة في هيومن رايتسووتش أوكاشيا كومر أوضحت أن حجب الأموال عن الوكالة الأممية الأكثر قدرة على توفير الغذاء والماء والدواء فورا لأكثر من مليوني شخص في غزة يظهر لا مبالاة قاسية تجاه ما حذر منه كبار الخبراء في العالم من خطر المجاعة الذي يلوح في الأفق والآن مشاهدين إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة والزميلة الليسار كرم مرحبا الليسار مرحبا عبد الرحمن شكرا لك أهلا بكم ارتفعت أسعار البنزين في كيان الاحتلال إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا بقرار من الحكومة ما زاد مخاوف المستوطنين من ارتفاع أسعار الغذاء والدواء أيضا صحيفة جلوبز الاقتصادية نقلت عن وزارة الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلية أن سعر لتر البنزين من فئة 95 أكتان سيرفع بدءا من اليوم بسبب ضعف الشيكل بالتوازي مع ارتفاع سعر النفط المستورد من الأسواق العالمية إضافة إلى إلغاء وزارة المالية التخفضات الضريبية كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت أن مئات العائلات التي نزحت من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان تخشى العودة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية بسبب تنامي قدرات حزب الله وتحت عنوان حرب على البيوت نشرت الصحيفة تحقيقا يفيد بأن ما لا يقل عن 500 منزل أصيب بصواريخ أطلقت من جنوب لبنان ومئات المحال التجارية أغلقت والنشاط الاقتصادي توقف بالكامل وجاء في التقرير أن مستوطنات شلومي وكرياتشمونة ونهارية وغيرها خالية تماما إلا من بعض المسؤولين الذين يتجولون فيها لتفقد الأضرار في سياق آخر جدد وزير الخارجية الروسي سرغي لافرو في القول إن الدولار تحول إلى أداة سياسية للإكراه من قبل المؤسسات المالية الغربية وقال في كلمة ألقاها في الاجتماع الأول لمناسقي بريكس ومساعديهم إن الدولار والمناح المقدمة من المؤسسات المالية الدولية تستخدم لإرغام الدول على اتخاذ مواقف سياسية مقابل الحصول على مساعدة مالية وانتقد العقوبات أحدية الجانب ورأى أنها تقود سراسل الإنتاج والتوريد وتعطل التنمية ولسيما في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية توقعت وزارة المالية في الهند أن تصبح البلاد الثالثة أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2027 مع ناتج محلي إجمالي يبلغ 5 تريليونات دولار ارتفاعا من 3 تريليونات و700 مليار دولار حاليا وحددت الوزارة هدفا للنمو الاقتصادي هذا العام عند 7% بفضل قوة الاستهلاك المحلي والاستثمار إلى جانب الإصلاحات الحكومية وقدمت نيزانية موقعة قبل الانتخابات العامة تنص على تركيز الإنفاق على محاربة الفقر وتعزيز فرص العمل للشباب وتمكين النساء والمزارعين ارتفع الطلب الإجمالي على الذهب إلى مستوى قياسي العام الماضي مدعوما بمشتريات المصارف المركزية وقوة الطلب في السوق الثانوية وكشف مجلس الذهب العالمي أن إجمالية طلب حول العالم ارتفع بنسبة 3% العام الماضي وسيستمر بالارتفاع حتى نهاية هذا العام بفعل لجوء الحكومات والشركات إلى الذهب لكونه ملاذا آمنا لاستثمار في أوقات الأزمات والاضطرابات وأدى ارتفاع الطلب إلى زيادة السعر العالمي للذهب بنسبة 13% العام الماضي نفى مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور تأثر أسعار النفس بالاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر أو الحرب على غزة وقال أزعور في حديث صحفي أن الاضطرابات أدت إلى زيادة قصيرة الأجل في أسعار النفط لأن الأسعار مرتبطة أساسا بقرار تمديل اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج من قبل دول مجموعة أوبيك بلاس لافتا إلى وجود مصادر أخرى للعرض من خارج أوبيك بلاس ولسيما من البلايات المتحدة تؤثر بدورها في مستوى الأسعار مشاهدين دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زور موقع الميادين في شبكة الانترنت الميادين باللغات الثلاث العربية الإنجليزية والإسباني إلى اللقاء